على مدى سنوات عديدة يبذلون جهودا لتخرج دفعات جديدة لسوق العمل لتحتفل بتفوقهم في إنهاء المرحلة الجامعية واليوم هم المحتفى بهم تكريما لجهودهم وعطائهم المتدفق في صناعة جيل متسلح بالعلم والمعرفة وإكسابهم مهارات مختلفة ليرفض المجتمع بالكادر الفن المتخصص ليساهموا معا في نهضة البلد وخدمة الوطن وهدفنا من هذا التكريم كجمعية هي تحفيز وتحصيل دعم وتحفيز التحصيل العلمي والنشاطات البحثية والعلمية لما فيه النهوض بالوطن والمجتمع كذلك الرقيب للمستوى التعليمي لأبناء محافظة حضرموت عموما وأبناء مديرية تريم خاصة كذلك نهدف إلى إكرام طلاب الدراسات العليا المتفوقين علميا أكثر من مئة كادر من حملة شهارة الدكتورة من أبناء مدينة تريم احتفت بهم مؤسسة سواعد للتنمية في لفتة منها بإكرام طلاب الدراسات العليا المتفوقين علميا للاهتمام بالتحصيل العلمي والبحوث العلمية المتخصصة وهو يمثل دافعا معنويا لتحقيق مزيد من الإنجازات العلمية المتقدمة طبعا التكريم يعني الكثير يعني الاهتمام بالعلم يعني لفت نظر المجتمع لكوكبة الذكاترة وإن شاء الله نقول نخبة المجتمع ويعطي صدى لتاريخ تريم العلمي واحتفاء بالعلم دائما ومتميزها عبر التاريخ إن شاء الله هذه الرسالة مستمرة وجيل بعد جيل وسواعد اليوم تضم جهدها إلى يعني تراث عميق وعريق جدا لتريم العلم وتريم الحضارة ومع ارتفاع أعداد الحاصلين على الشهادات العليا إلا أن هناك ندرة في عملية استيعاب واحتواء في الجامعات اليمنية المختلفة وهو ما دفع الكثير منهم في الانخراط في أعمال غير المختص فيها والبعض منهم لجأ إلى أعمال عضلية شاقة بحثا عن لقمة العيش نجد هناك لم يستوعبوا هولى الخريجين من دكاترة وتخصصات متعددة في مختلف المجالات لكن للأسف الشديد لم يستوعبوا إلى اليوم في سلك التوظيف الجامعات لخلاف هناك على أن العلم يعزز من مكانة الأمة ووسيلة محفزة ودعم في تطوير وبناء جيل قادر على النهوض والتقدم في شتى مجالات الحياة لكن هناك من يسعى لتجهيل المجتمع من خلال مناهج تسعى لتمجيد الأفراد لا لبناء الأوطان فهم برماده قناة سهيل سيئون ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر